النهاردة كأس الأمم الأفريقية منتخب كودي فور بيواصل صحوته الجنونية وبيحقق فوز قاتل على مالي بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي من البطولة بتصعد الأفيال لمواجهة الكونجو الديمقراطية في نصف النهائي منتخب مالي بيتقدم بهدف عن طريق نينيو وبيتعادل طبعا سيمون أدنج رفية دقيقة 90 وفي الدقيقة 120 وقبل ما المباراة بتخلص وقبل ما بتروح لركلات الترجيح بيسجل عمر داكيتي هدف قاتل لأصحاب الأرض والجمهور بيمنح به طبعا منتخب بلاده بطاقة التأهل لنصف النهائي وطبعا المباراة التانية بتتجه ما بين كابد فيردي الرأس الأخضر ويجنوب أفريقيا اللي بيقدمه مباراة ولا أربعة بيقدمه متعة كروية المباراة بتتجه إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية ربق الأصل بالتعادل السلبي احنا طبعا هنتابعكم بنتيجة المباراة مباراة كابد فيردي ويجنوب أفريقيا بفانا بفانا طبعا مباراة ولا أروع مباراة سجال هجمة هنا وهجمة هناك وبنشوف متعة كروية في كأس الأمم الأفريقية ما بين كابد فيردي وما بين جنوب أفريقيا وحنتكلم يا جماعة النهاردة عندنا الزملاء تقرير عاملين تقرير رائع جدا ومهم جدا عن تجربة كابد فيردي حنتكلم عليها وحنقف يعني على هذه التجربة بالشوية كده علشان المنضوع مهم والمنضوع ليه علاقة بيه حاجة اسمها البلانينج أو التخطيط وحنشوف إزاي أهمية أن التخطيط في كرة القدم دي حاجة مهمة ليه أنا بقولي الكلام ده؟ بقولي الكلام ده علشان ما تردد عن روي فيتوريا مكمل ولا مش مكمل كيروش هو اللي حيقود زمام الأمور ما بعد روي فيتوريا ولا لأ ولا هنري رينارد هو اللي حيتولل ولا حسام حسن ولا إكس ولا واي منضوع يا جماعة أكبر من كده بكتير بجد منضوع أكبر من كده بكتير منضوع مش كاية مدرب خالص منضوع منضوع منظومة هذه المنظومة لها خطة الخطة لها مستهدفات أهداف وليها حاجة اسمها كيبي آيز معيير قياس الأداء عشان نصل لهذه المستهدفات للأهداف دي غير كده اللي احنا قلناه بعد الخروج المهين في كهز العالم 2018 هو بالضبط اللي احنا قلناه بعد 2020 هو هو اللي بعد 22 هو اللي احنا بنقول للوقتي فيش حاجة هتتغير ما فيش حاجة هتتغير بما أن المعطيات واحدة إذن النتائج واحدة لا تتوقعوا يا جماعة أبدا أي نتائج أي نتائج تتغير طالما أن احنا عندنا نفس المعطيات لو جيه مين لو جيه جيمس بونت بيدرب المنتخب بيبقى هو المدير الفني للمنتخب ولا هيعمل حاجة ولا هيعمل حاجة